ونبتدي بكرة الياد أيضاً زي ما قلت لحضراتكم دوري المرتبط لكرة الياد دي ابتدى لعبنا تلات جولاد ولعبنا الجولة الرابعة كتت مباراة وقلنا لحضراتكم الحلقة اللي فاتت كتت مباراة صعبة كنا باللعب سموحة في سموحة وطبعاً حضراتكم عارفين المطش ده بيكون المطش سائل يعني فرقة سموحة فرقة بتلعب كرة ياد محترمة جداً وفرق محترم والسيناريو كالعادة الشوت الأول مستر ديفيد ديفيز المدير الفني والجهاز الفني بالكامل عمل روتيشن كبير مع اللعيبة بيطلع أو بتطلع المباراة إكوال أو يمكن طف جيم من الشوت الأول ولكن الشوت الثاني ستطاع النادي الأهلي ونيرفر بس عايزة أقف هنا وأتكلم في حاجة يمكن المدرسة واحدة هنا بتتشابه مع مستر ديفيد ديفيز المدير الفني لكرة الياد الرجال وأيضاً مستر أجوستي بوش المدير الفني لكرة السلة في النادي الأهلي رجال المدرسة واحدة ألا وهي أنه النص الأول من المباراة بيبقى نصف تجريبي مهم جدا تبقى ماشي أكوال مع الفرق الأخرى ولكن التالت والرابع في البسكت والمشوت التاني في كورة اليد بيبقى شكل مختلف الفرق الحقيقة اللي عايزة تكسب واللي عايزة تاخد بطولة أو اللي عايزة يكون لها الكلمة العليا لازم النصف التاني يكون أفضل من النصف الأولاني طيب هتقول النصف الأولاني ما نمنزلش النصف الأولاني يبقى فرق دابل سكور أو فرق في اليد مثلا ست سبع هداف وقول إن أنا ألعب على التاني لا مهم جدا تبقى ماشي أكوال ولو تفتكروا حضراتكم في السلة كنا بنقول دايما لو الفريق الأول لكرة السلة ماشي أكوال مع الاتحادس كندري المنافس التقليدي لينا آخر تلات سنين مثلا لو مشينا أكوال في الأول والتاني بنفوز لو حصل إن الاتحاد زي مباراة السوبر فرق علينا عشرين بونط أو خمستاشر بونط في الأول والتاني ما بنقدرش نعوض في الثالث والرابع فكلمة السر هي النصف الثاني من المباراة وده اللي عاملوا أو اللي بيعملوا مستر ديفيد ديفيدز يعني كربونا في الثلاث جوالات الأولى مع الجولة الرابعة كربونا وخلينا أقول لحضراتكم النتائج والأرقام الحقيقة ما بتجذبش المباراة في سموحة وطب إذا ما قلت لحضراتكم في الجولة الرابعة الشوت الأول خلص تعادل 12-12 الشوت الأول مع سموحة خلص تعادل 12-12 نحن نفرق جامد وعدنا في السكور وطبعا يعني أحرصنا عدد كبير من الأهداف وخلصت المباراة 28-21 على فرق 7 أهداف تفوق كبير جدا خلينا أقول لكم أنه في الشوت الأول الثاني نادي سموحة حط 9 أهداف فقط احنا في الشوت الثاني سجلنا 14 هدف هو ده اللي عمل معنا الفرق الكبير جدا 7 أهداف مع سموحة ملعبها فرق كبير طب بالنتيجة دي أخبار الفرق إيه بالنتيجة دي تصدرت فرقاتنا جدول ترتيب الدوري من بدري زي ما قلت لحضراتكم ب12 نقطة وهو نفس رصيد البنك الأهلي بس احنا متقدمين بفرق الأهداف وبعدهم بييجي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 11 نقطة الفوز ده هو الرابع اللي فرقاتنا على التوالي زي ما قلت لحضراتكم الجولة الأولى كانت مع الظهور الجولة الثانية المعادي الجولة الثالثة العبور فرقاتنا عندها مطش مهم اللي جاي مع الشمس واللي هيكون الجمعة الجاية بإذن الله وطبعا مش محتاج أكيد أفكر حضراتكم أن احنا حامل لقب الدوري والكأس العام الماضي وطبعا سوبر أفريقي احنا أبطاله أكيد محتاجين نحافظ على اللقبين دول سنوات وسنوات يعني محتاجين نفرق في الأرقام خاصة زي ما قلت لحضراتكم الجيل ده جيل يعني يحظى باهتمام كبير وبظروف حلوة نكلمت عنها الحلقة اللي فاتت وخلينا أقول لكم أن آخر الشهر ده الفريق ده اللي احنا شايفينه هيخوض بطولة أفريقيا لأبطال الدوري والرجال والسيدات هيشاركوا البطولة تكون في الكونهو الحقيقة مهمة جدا مهمة جدا أن أنت أول زي ما فريق كرة القدم عنده بإذن الله يوم الجمعة الجاية السوبر الأفريقي وهي مباراة بطولة ورقم ولقب جديد بيتضاف إليك بتبقى أول مباراة في الموسم بلقب ده بيبقى لها دافع كبير جدا جدا بيكون صعبة طبعا لأن أنت بتبقى خارج من فترة الإعداد مش في الطوب فورم بتاعتك محتاج مباراة كثيرة وده مش بيعودك بيبقى فيه توقف كبير للبطولة ولكن هو ده قدر الفرق البطل عندنا كرة اليد نفس الكلام عندنا كرة السلة كمان هتسافر تلعب بطولة العالم في سنغافورة هترجع منها على القاهرة يوم ولا اتنين وبعد كده تروح للدوح هتلعب بطولة عربية فواضح أن احتدام البطولات هتبقى على أشدها مع بداية المواسم للفرق الجماعية كلها في النادي الأهلي